أعطيك الوقت أعطيك الوقت أستاذ أنا وزارة الزراعة منه تقول لي أنا مأمنا الغداء للعراق شي يسعدني أما موارد ماية تقول أنا ما عندي مشكلة في هذه السنة صار خلنا نقول استهلاك للمياه أكثر وبسبب الأمطار قلت وتفاصيله شي يسعدني بأنهم جهزين بس أنا من أنزل للشارع وشوفنا التقرير حالياً أستاذ العزيز السوق كلية مغطى مستورد عدنا شحة قلني تطحين صعدت هاي التفاصيل كلها من هو مسؤول عنها لا بس وضح لياهم وأنت سطيتني أنا أثني وأنا أثني وياك كي وكل فرحة بس أنت بطيني السوق مرتك كله كله مستورد هذا من مين أستاذ أنا دعا أوصل لك وخلي نكون أطرح لك المشكلة أنا منطيك تساؤلات الناس أستاذ العزيز أنا دعا جاوبك أستاذ المشاهدين قاعد يشوفون السوق مليان من كل الدول الخضرة يومية أهل الطماطة الفلحمة الطماطة شامريها بالشارع يقول لك أرخص التفاصيل أستاذ الكريم هناك حرب اقتصادية تعرف الآن عندنا الجانب الثاني للإنتاج الحيواني الآن نضرب بالسوق ضربوه تجار الأزمات وضربوه فتح الحدود وإحنا في حالة يجب حماية المنتج اليوم عندنا منتجي الدواجن تعرضوا الخسارة جدا كبيرة بسبب شنو اللي صار أول شي ارتفعت أسعار الأعلاف ودخلوا عليها المستورد يعني بحيث ما سيطروا على الحدود هذه كلها حرب اقتصادية أنت تعرف حتى المواد اللي تجي تنباع بأقل سعر من الدولة المصدرة هذا الأمر ممنهج أنا راح أجاوبك على اللي تريده وأقول لك الخلل وين هسا احنا يمكن العراق إذا تيد تعد الموازنة مالته تتعادل موازنة ثلاث دول مصر والأردن وإيران وهذه الدول اللي تعددها كلها تنتج وتصنع وتصدر والعراق موازنته أكثر من عدهن وهو مستهلك بنفس الوقت هذا الخلل يعني راح أرجع لك احنا قبل فترة عدنا أزمة الدولار مصر مرت بأزمة وصلت لعنق الزجاجة بحيث السيسي أول ما استلم لاحظ شكون السيسي كان سعر الرفع يعني عوم ضخم العملة في سبيل حل الأزمة الدولار بستة جنية رفعه للستة عشر شا استفاد من عنده حافظ بالستة جنية استاذا ان شاء الله اسمح لي خليها وصلها لا 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 تطلع عن الموضوعي لا تطلع عن موضوعي استاذ أنا سألتك أسئلة رابحة السوق اللي تشوفه حاليا نعم كل انتاج عراقي لا 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 مو كل انتاج عراقي بنفس الوقت احنا ما أدناك طيب طيب استاذ حميدي يقول يقول تهريب معقولة هالكمية كلها تهرب بالعراق استاذي كريم استاذي كريم أكثر من هذا التهريب موجود بالعراق الحدود غير مسيطر عليها المنافذ الحدودية غير مسيطر عليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر